بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين تفسير الرؤى والمنامات كيف يكون وما آليته وما هي العلوم التي يجب أن تكون لدى الإنسان ليتكلم في هذا وهل الرؤى والمنامات حقيقة أم خرافة الحقيقة من قديم الزمان قبل الإسلام وقبل أن ينزل القرآن الأمم جميعا سواء اليهود أو النصارى بل حتى يعني أمة الإغريق من أيام أرسطو يتحدثون عن المنامات وعن الرؤى وعن تعبير المنام فهي حقيقة واقعة في جميع الأمم وحينما جاء ابن رشد ليرد على حجة الإسلام الغزالي في تهافت الفلاسفة في كتابه تهافت التهافت يعني في قضية إنكار علم الله بالجزئيات يقول له كيف ينكرون علم الله بالجزئيات وهم يقولون بتأويل المنام وتعبير الرؤى تعبير الرؤى يعني هناك علم حاصل سيكون وأنت تطلع عليه قبل وقوعه لا نخوض في هذا الجانب الفلسفي ولكن بعد أن قامت نظرية فرويد التي تفسر تفسيرا ماديا بحتا قام بالتحليل النفسي وهذه النفس لها شعور ولا شعور وما تحرم منه وتكبت تتهرب إلى جانب اللاشعور حتى لو كان بالمنام فما يشتهيه الإنسان في المنام ويعجز عنه ما يشتهيه الإنسان في اليقظة ويعجز عنه يراه في المنام وقام التيار المثقف المادي مع الأسف بحصر الرؤى والمنامات في هذا الجانب فقط وهذه مغالطة واضحة هذا النوع موجود ومعروف عند علمائنا بل أشار إليه القرآن في رد حاشية ملك مصر عليه حينما قالوا أضغاثوا أحلام فأضغاثوا الأحلام موجودة هذه التخليطات والأشياء التي يحرم منها الإنسان والشهوات التي يحرم منها فيجدها هي موجودة فهذه لا تؤول هذه لا تؤول تفسيرها أنك محروم من أشياء معينة أو أنك تفكر في أشياء معينة فتراها في منامك لذلك كان الإمام الشعراني رحمه الله ورضي الله تعالى عنه يذكر من منح الله له أنه مثلا في نومه لا يرى أنه يعني ينام مع امرأة أجنبية أبدا إنما مع زوجته حتى لو احتلم يحتلم مع زوجته ويرى أن هذا بيد الإنسان كيف يقول لأنه هو يفكر بالحرام فيقع في الحرام يقول إذا كنت لا تفكر به أبدا فإنك لا تقع فيه أبدا فهذا جانب عند السادة الصوفية وهم الذين قاموا بدراسة النفس البشرية هم يقولون فرويد درس النفس الأمارة بالسوء فقط والنفوس ثمانية ويقولون فرويد تحدث فقط عن أضغاف الأحلام ولم يتحدث عن المنامات المعبرة على كل حال في كتاب الله سبحانه وتعالى سورة كاملة طويلة مدارها على عدة منامات ألا وهي سورة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام حيث ابتدأت برؤية رآها يوسف ثم بعد ذلك رؤية للملك ثم بعد ذلك رؤية لصاحبي يوسف كل واحد منهم مرأة رؤية رؤيان فتعبير المنامات موجود وتقريبا لا يخلو كتاب من كتب السنة حتى البخاري وحتى مسلم من تعبير المنامات أو تعبير الرؤى فهذا العلم موجود ولكن هذا العلم يحتاج إلى أهلية خاصة إلى فهم دقيق إلى شخص لماح وليس كل إنسان يستطيع أن يفسر الرؤى الآن أناس يجلسون على التلفزيون والناس يتصلون به وهو يعطيهم الرؤية وهو لا يعرف أحوالهم ولا يعرف صفات هؤلاء الناس ويجيب مباشرة رأينا المعبرين الحقيقيين يتوقفون أكثر مما يتكلمون ثم الرؤية الواحدة يراها شخص فتعبر بالطريقة ويراها شخص آخر فتعبر بالطريقة ثانية فحالة الشخص وطبيعة الشخص ولذلك تجد مثلا عند المعبرين يأتي إنسان يستحي أن يذكر الرؤية فيرسل واحد من الخدم يقول رأيت كذا وكذا فيقول له أنت لا يمكن لك أن ترى مثل هذه الرؤية هذه الرؤية لا يراها مثلك هذه الرؤية يراها الخليفة أو يراها غيره ليست رؤية الخدم فإذن معرفة حالة الشخصية وأيضا التوسع في العلوم وكل ما توسع الإنسان في هذا الباب يعني يستطيع أن يفهم أكثر الأشياء التي فسرت في الكتاب والسنة هذه تقدم لا محالة يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام فسر اللبن بالعلم في البخاري فسر الثياب بالدين إذن الثياب دين وكل ما كانت سابغة فهو أفضل إذ هو دين ساتر للإنسان كذلك المعاني التي ذكرها القرآن ليس على سبيل الرؤية في أشياء يعني ذكرها القرآن الكريم فهذه ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار كتب الرؤى وأشهر ما عندنا كتاب ابن سيرين ابن سيرين لم يكتب كتابا ولكن يروي روايات جمعة بعد ذلك ثم جاء ابن شاهين بعد ذلك ثم جاء النابلسي وجمع كل ما سبق أين المشكلة في هذا؟ المشكلة أننا يجب إذا أردنا أن نفسر الرؤى أن نتعامل بمنهجيتهم لا بمسائلهم منهجية أولئك الناس منهجية التحليل يعني أعطي مثالا قضية مثلا قصب السكر يذكر المعبرون السابقون أنه من رأى أنه يشرب قصب السكر فهذا رزق يحصل بتعب شديد لماذا يقول هذا كلام؟ لأن عصير القصب آنذاك فعلا فيه إرهاق شديد حتى تستطيع عصر قليل من القصب أما الآن تستطيع أن تعصر لترا كاملا في ثانية واحدة لم يعد عسيرا فالإنسان أن يراعي المتغيرات لأن تفكير الناس وظروف الناس وأحوال الناس كلها لهاثر في تفسير الرؤية ذكر النابولسي مثلا رؤية آل البيت فقال أنه يعني يمتحن لماذا؟ كان في عصر من العصور وربما النابولسي ناقل يعني تعرض آل البيت الكرام لمحن عظيمة جدا لا تعد وخاصة حينما اقتربوا من السياسة والحكم حصل قتل وحصل تشريد وحصل أشكال وألوان في عصر بني أمية تعلمون ماذا فعل الأمويون ومن بعده جاء بني العباس فصار الناس صار آل البيت يترحمون على عصر بني أمية لمظالم بني العباس تجاه آل البيت الكرام فهو يتحدث عن حالة تاريخية جاء بعض المتأخرين الحقيقة ليس مدقيقا فيتهم الشيخ النابولسي بأنه ناصبي يعني كيف تجعل رؤية آل البيت؟ لا هو يتحدث عن سياق زمني معين فنحن حينما نريد أن نعبر الرؤى لابد أن نعبرها بمنهجية علمية صحيحة وما يصلح لشخص قد لا يصلح لشخص آخر والرؤية ذاتها كما ذكروا عن ابن سيرين حينما جاء شخص فقال له رأيت أني قد أذنت فقال له يعني تسرق فتقطع يدك ثم جاء شخص آخر بعد حين قال رأيت أني قد أذنت فقال تحج إلى بيت الله الحرام فاستغرب الناس ممن حضر قال كيف أولتها بهذا أولتها بهذا قال الرجل كان عليه سيمة الصالحين فتأويلها وأذن في الناس بالحج إذن يحج والثاني عليه سيمة الفاسدين والعيارين والداعرين وكذا فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون إذن تفسير الرؤى وتفسير المنامات يختلف من شخص إلى شخص وكلما كانت ثقافة المعبر أكبر يستطيع أن يفهم أكثر وله صلة كبيرة بما يسمى علم المثال وهناك علم يذكره السابقون وهو علم الحضرات الخمس يشير إليه مثلا أبو السعود في تفسيره وأشار إليه إشارة سريعة الجرجاني في كتابه التعريفات فإذن علوم المعبر علوم واسعة وليس كل إنسان يستطيع أن يعبر وليس كل من جلس للتلفزيون ويتكلم لا يوجد أحد يحاسبه ولا يوجد أحد يدق خلفه ثم يتكلم في كل إشاردة وواردة رأينا كبار معبرين يسكتون عن أكثر مما يتكلمون وأحيانا يقع في نفسك شيء من خلال حالة من خلاف ضرب اجتماعي من خلال أمور من هذا القبيل فهذا علم دقيق إنكاره يعني إنكار لأحاديث صحيحة النبي عليه الصلاة والسلام يقول الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة وأول ما بدأ به عليه الصلاة والسلام الرؤية الصادقة فكان لا يرى شيئا إلا جاء مثل فلق الصبح وأقول أنا حسب التجربة الشخصية المحن تسقل النفس فتكون الرؤى صادقة كما حصل معي مرارا وتكرارا أيضا الانشغال بالعبادة والانشغال بالطاعة وتطهير النفس أيضا يجعل النفس مرآة صافية تنعكس عليها الأحداث التي تكون في المستقبل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين